سيد وليد حجاجة خبير من علومات سيد وليد التأكيد على تكاتف الشركات الأخرى المنضمة لكلمة سوشيال ميديا وما يسمى بالتعاون الشبكي حول اتخاذ أو السير بطريقة فيسبوك هل تتوقع أن يكون هناك إجراءات مماثلة في الشركات الأخرى أم لا؟ في القريب العجل سيحدث ذلك ولكن في البداية كما ذكرت لحضرك أن أكبر شركة تحتوي على عدد أو لها عدد مستخدمين كبير على مستوى العالم هي شركة الفيسبوك كسرة الـ 2 بليون مستخدم ولذلك نشر المحتوى من خلال الفيسبوك هو الأكثر خطورة لأنه بعد أن يقوم الشخص بنشره على الفيسبوك يقوم بعمل مشاركة في كل المواقع الأخرى من خلال الفيسبوك وبالتالي إذا تم التحكم في الفيسبوك كخطوة استباقية أولى سيؤثر على انتشار الأخبار الكاذبة بخلاف أن إدارة الفيسبوك قد أعلنت منذ فترة تكاد تكون طويلة أنها ستقوم بحملة كبيرة ضد الأخبار الكاذبة التي يتم نشرها فإذا تم عمل ذلك مع حسف المحتويات بسياسة الدول وبأمن الدول في القريب تم الحد من الإشعاعات لأنهم قد ذكروا منذ حوالي 6 أو 7 شهور أن من سيقوم بعمل نشر الأخبار سيكون من خلال الأشخاص اللي يطلق عليهم ريبورتر ريبورتر هذا يعني تستطيع حضرك أن تكوني ريبورتر لدى الفيسبوك عن منطقة أو عن مجال أو عن شيء بعد التواصل مع أدارة الفيسبوك وبالتالي سيقوم استخدام الفيسبوك لأكاونت حضرتك من خلال الأخبار التي تقوم بذكرها على أنها أخبار معتمدة وأنها أخبار حدثت بالفعل وبالتالي الشخص المعنى الذي سيقوم بعمل إعلانات لن تظهر الإعلانات إلا على الأخبار السليمة التي تم التأكد منها فذلك سيؤثر على الأخبار الكاذبة وستندسر أوتوماتيكياً هذا مع ما يقومون بي حالياً من حسف المحتوى الإرهابي أو المعادل الدول أعتقد إذا تظهرت الجهود مع القوانين الخاصة بالدول العربية مع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الدول العربية وبعضها والشركات المقدمة لخدمة في ظرف خمس شهور أو سبع شهور بالكثير سيحتوى استغير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وستأتي بعد ذلك تعاون من الشركات الأخرى ستقوم بعمل نفس الموضوع طبعاً لأن الفيسبوك كما ذكرت واتساب وإنستجرام تابعين لها أعتقد أنه سينالهم أيضاً ذلك ولكن بعد الفيسبوك سينال أيضاً شركات تويتر سينال باقي الشركات وستبقى في القريب العاجل قوانين وتشريعات لكل من سيستحدث وسيلة للتواصل أو أداة أو موقع أن يتبع هذه الإجراءات التي سيقوم بها دولة الفيسبوك طبعاً التكنولوجيا لا تنتهي هل هناك أي أسليب يمكن أن تقوم بها الجماعات الإرهابية لكي تواجه الأسليب التي قامت بها شركة فيسبوك تحدث تكنولوجياً يعني بالفعل نظراً أنهم يملكون أيضاً كثير من الأموال فستطيعون أن يقوموا بإنشاء شبكة بشكل ما لا يعلمها إلا من يستخدموها من قبل هؤلاء هذه الشبكة من السهل جداً أن يقوم أي شخص بإنشاء موقع تواصل اجتماعي لضم الأفراد ويقوم الانتقاء للأشخاص من خلال المواقع المعروفة ثم نقلهم إلى كيف تقوم هذه الجماعات بانتقاء الأفراد من خلال مواقع التواصل هو ليس شخص ولا مجموعة ولا قيادة واحدة في البداية يقومون بإنشاء مجموعة أو جروب أو صفحة تتحدث عن مواضيع طبخة عن أي شيء وخلال هذا الموقع يتم انتقاء الأفراد التي يمكن استدراجهم إذا وجد أن هذا الشخص عنده استعداد يقوم بوضعه في مجموعة أخرى يقودعه شخص آخر ويقومون بالفرز إلى أن يصل إلى مرحلة معينة يقوم بنقل هذا الشخص إلى مكان خاص بهم وبالتالي ده متوقع أن يحصل هل قامت شركة فيسبوك من خلال الأساليب المستحدثة والبرامج الذكية لاتتم الإعلان عنها في هذه الإجراءات أن تضع في حسبانها مثل هذه الخطوات حتى لا تكون خطواتها ليست لها أهمية بشأن ما يحصل على أرض الواقع فيسبوك لا تملك أكثر مما تقوم به الآن لأن هذا الجزء خاص بالشخص نفسه لو أنا استطعت أن أستدرج شخص من مكان إلى آخر وقام بشيء مضر فأنا لا أستطيع أن أتحكم فيه ولكن أنا أستطيع أن أتحكم في المنصة الخاصة به والمحتوى الذي يقوم الشخص بنشره على الموقع الخاص به وأتحقق بالقدر الكافي من الحساب الذي يستخدمه أنه حساب ينتمي لشخص حقيقي ومن الأخبار التي يقوم بنشرها وأن ما يقوم به من أبليكيشنز وضعها على هذه المنصة لا تقوم بجمع المعلومات عن مستخدمين آخرين أو استغلالها استخدام خاطئ هذا ما أستطيع أن أقوم به من خلال النظام الخاص به وتأمينه بالشكل الجيد أما سلوك الشخص أنا ليس لي أي سيطرة على سلوك الشخص هل يمكن الاعتماد على هذه الإجراءات مستقبلا بشأن يعني الحد من استخدام الجماعات الإرهابية لمواقع تواصل اجتماعي أم أنها خطوات تأتي أمامها خطوات أخرى من الجماعات الإرهابية تقوم بطمس مقامة به شركات فيسبوك وتويتر وإنستجرام بشأن الحد من استخدام الجماعات الإرهابية لهذه الشركة أؤكد أن ذلك سيؤثر على استخدامتهم لمواقع تواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا هما الآن يركزون أكثر على بعض البرامج في التواصل مثل التليجرام ليس الفيسبوك بشكل كبير ولكن الفيسبوك بالنسبة لهم هو الجزء الرئيسي كبوق إعلامي لنشر الأكاذيب والإشاعات ونشر الفيديوهات لكن التواصل الحقيقي بين الأفراد وبعضهم يتم من خلال التليجرام وتحديدا التليجرام لأنه لا يعتمد على رقم تليفون مثل الواتساب لتفعيل البرنامج بخلاف أنه يحتوي على تدمير ذاتي للرسائل بعد وقت معين من قراءتها أما ببعث لحضرك رسالة بحد الزمن بعد 10 ثواني 15 ثانية من قراءة حضرك للرسالة يتم تدميرها من الطرفين تشفيره أكثر أكثر بكثير فهم يعتمدون على الفيسبوك كبوق إعلامي ولذلك أؤكد وأركز على أن سيقومون باستحداث أدوات جديدة أو منصات جديدة خاصة أن حضرك تعلمي أن هذه الجماعات لديها التمويل من بعض الجهات التي من شأنها أن تستفيد منهم بشكل قوي جدا لحروب بين الدول أو استغلالها بشكل أو بآخر فلن يبخلوا بحفنة مما يقومون بصرفها على الأسلحة وما يحدث حاليا من خلال إنشاء موقع ينتمي لسيرفر خارج حدود الدولة وخاصة أنهم يعلمون جيدا تأثير موقع تواصل كما على الشباب وخاصة أنهم يملكون من الأدوات التكنولوجية ومن الأجهزة ومن الخبرات ومن الأموال ما يؤهلهم لعمل دالي ترجمة نانسي قنقر